اكد المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين الكابتن محمد حسن البعداني ان السعادة ستكون عنوانا بارزا للمنتخب خلال مشاركته في نهائيات كاسياسيا واوضح انه تم الاطلاع على مستوى 1400 لاعب اثناء نزولهم للمحافظات بقيادته في المحافظات الجنوبية وبقيادة مساعده في المحافظات الشمالية وكشف الكابتن محمد حسن البعداني انه تم اختيار 70 لاعب فقط من قوام 1400 وتم الاستقرار مؤخرا على 37 لاعب مؤكدا على ان الافضل منهم سيدخلون ضمن قائمة 23 وذلك من خلال المعسكر الداخلي الذي سينطلق خلال الايام القليلة القادمة بمدينة صنعة وقرر الكابتن البعداني ان الاتحاد لا يتدخل في عمل الجهاز الفني اطلاقا وانه كمدرب لا يقبل الاملاءات موضحا انه يقبل الوساطة من اي شخص يأتيه بلاعب مغمور ليجربه ويختبر امكاناته فقط واختتم الكابتن محمد حسن البعداني حديثه لا مجال في التهاون بالاعمار وكل المشاركات اثبتت نجاح الاتحاد العام لكرة القدم من الاعمار وعدم التجاوز على الاطلاق وفي تصريح لمساعد المدرب الكابتن هيثم الاصبحي اكد انه وفي هذه الايام تجري التحضيرات والاستعدادات على قدم من وساق لاقامة المعسكر الذي سينطلق خلال الايام القليلة القادمة بصنعاء ومن ضمنها اجراء الفحوصات لتحديد اعمار اللاعبين الذين تم اختيارهم داعيا الجميع للوقوف الى جانب المنتخب ومؤازرته من اجل تحقيق الهدف لخطف لقب بطولة اسيا والوصول الى كأس العالم اشتركوا في القناة